يا ترى ينفع ناكل البروكلي ناي يعني من غير من نتبخه بأي نوع من أنواع عمليات الطهي المختلفة في الحقيقة ينفع ناكل البروكلي ناي من غير طهي بس لازم نعرف حاجة مهمة جدا إن عملية طهي البروكلي أو طبخ البروكلي خصوصا بطريقة البخار اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت بيزود فعالية مضادات الأكسادة الموجودة في البروكلي وبالتالي جسمنا هيستفيد بيها أكتر إنما في حالة لو كان البروكلي ناي نسبة فيتامين سي ممكن تكون أكتر لأن طبعا ما بيتعرضش للحرارة ولكن المركبات الكابريتية الموجودة في البروكلي بتكون أكتر وده بيزود شوية إحساسنا بالغازات والانتفاخ بعد تناول البروكلي بشكل ناي أو طازج بدون طهي يعني نقدر نقول كده إن إحنا لو كان البروكلي ناي بنخسر حاجة ونكسب حاجات ولو كان البروكلي مطبوخ بنكسب حاجة ونخسر حاجات إنما من ناحية الصحية ما فيش أي مشكلة صحية من تناول البروكلي بدون طهي أو تناول البروكلي ناي